في مضوع آخر ملفت للانتباه خلال المدى الأخيرة تقريباً تساعتت الضغوط على العربية السعودية المملكة السعودية من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني في المدى الأخيرة وحسب بعض التقارير فين شروطين مزحكيات على أساس أنه السعودية وضعت مجموعة من الشروط لقبول مبدأ التطبيع يعني التطبيع مش مسألة مرفوضة من السعودية كنه آخر المستجدات في هذا الموضوع؟ شوف احنا أحياناً كيف نأخذوا كيف نحكيه عن الموضوع مع بعض البلدان العربية ممكن نحكيه عليها بالعاطفة نعم عن كيفية بالعاطفة سواء من جانب الإيجابي ولا سلبي خلنا مشيه وإحنا الناس نتل نعم توماس فريدمان معناه الجورناليس المعروف اللي حكينا عليه الأمريكي اللي معروف عمل مقابلة مع سابقة مع ولي العهد السعودي وفسر شنون يفهمه في الخليج يقول إلي بكل بساطة فما زوج البلدان تحبت يحكي على إيران ويحكي على السعودية قاعدة معناها قاعدة تضرب وقاعدة تحبت تسيطر على البلدان الصغيرة تلم إضافة للبلدان اللي عملتهم اللي الإمار متكونة من سبعة سبعة دول تحب بش حب تضيف البحرين وتضيف قطر وتضيف الكويت هذي جديد في الكويت على أساس بش يعملوا كتلة محترمة بش ميصيرش الاعتداء عليهم من طرف إيران ومن طرف سعودي ونظرين موضوع موش سلبي تبقى اللي كيجي تشوف تلقاهم الكل مقاعدين يتنازعوش يقرب لإسرائيل أكثر حتى إيران إيران شوف إيها اللي في الظاهر قاعدة تسارع في إسرائيل وهي فما مناع علاقات من الأولى من الستينات ومن السبعينات مناع علاقات في العديد من الأمور آخرهم طوفوا بش تحكيوا على السعودية السعودية فما مشروع متع قطار حب يعملوه يربط البلدان متع الخليج الكل يخرج من إسرائيل يوصل حتى الرياض والسعودية رغم ما هيشي ما هيشي تقول لا وما هيشي معناها غير راغبة أصلا جايان للولي العهد داي اللي ساهم في جبانه الولي العهد الإماراتي جبانه تنحيط الولي العهد الأصلي وجبانه داي على مخطط معين على دخول لما في علاقة دخول لسعودية في علاقة مع إسرائيل وبعض المعلومات اللي قاعدة تخرج تباعا معناها معلومات سيئة برشا آخر واحدة السيناتورة متع اللي ومعناها في البلد المتحدة الأمريكية اعطاها تصريح للجريت البوليتيكو يقول اللي مقتل رئيس الحكومة الحريري في لبنان كان كان بيء معناها بتنسيق ما بين سعودية واسرائيل معناها شي معناها معلومات معناها صادمة في الناس هدوما صدقني ناس هدوما معناها من متون هم مش بسيلة حتى طرف هذيك علاش في العديد من المنسبات من كل ما نقوله من اللي أطوانساء وكل ما يولادي إحنا ما نعناش بيء معلقة ناس هدوما منعرفهم شفينت كيفاه تلقاهم كانش حاولوا بشيرسكوا تونس هاي تونس عربية في النجاحات كيمال مناها المالولي وقالال وقالال يولا أنس جابر الأولي يدخنني منها الشمبيون دي مون منها لهذا دمي دايدار اكسا عادي كما انا تونس هي عربية يعني احنا اليوم بعد الامارات والبحرين والمغرب والمصر والسودان ننتظر ربما اعلان خطوة جديدة هي السعودية في علاقة باسرائيل هو الموضوع الموضوع ما هوش فيه موافقة لعدم موافقة الموضوع في التوقيت اللي تحب تختاره السعودية انا سؤالي للمفتي مفتي الجمهورية يلين درام انا مزيد تجوز الحج وهزين الفلوس للناس هدومة اللي شكون يعطيوا فيهم في السعودية انا سيدي الكوارجية سيزان هذه السعودية سيزان منها سن 23 جوردان ايدرسون 29 مليار نحكيوا دولاراته 29 مليار اليكس تيليس 8 مليارات نيفيز 14 مليار فابينيو 13 مليار ادوارد مندي 11 مليار سادو ماني 40 مليار سيرجي مالينكوفيكش 20 مليار روبرتو فرمينيو 20 مليار كونتي 25 مليار رونالدو 20 مليار جازن دونير 6 مليارات كوليبالي 25 مليار فوفانا 25 مليار جوتا 25 مليار على منديز 12 مليار بروكوفيك 25 مليار مالكوم 28 مليار ماذا معنى؟ ماذا معنى؟ نعم مليار مليار دولارات نيمار 100 مليار 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 تونسي مليار مليارات دولارات كيفاشة؟ مليار معنى عملة عملة أمريكية نعم مليارات مليار بفلوس نعم كيفية سمتك ما نعم ناس هذومها معناها الناس موتها بالشر المسلمين في العالم ومعناها واحنا نشيرهم نزولهم الفلوسة ما نعم نعم كارم البلدان الاسلامية كل قطحها بلادها ذي شو لما ده